يقول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه الشاهد في هذا الحديث والذي هو معنا ما نقص مال عبد من صدقة مع أن العقل يقول المال الذي كان ألف وأخرج منه مئة بقي تسعمئة نقول هذا بحسابات الدنيا لكن بحسابات الآخرة بحسابات الرزاق وهو يرزق عباده ثم يستقرضهم لا المعادلة خاطئة هنا ليس نقص هنا زائد هنا زيادة تأمل في قول الله جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل صنبلة مئة حبة المجموع سبعمئة الله أيضا يقول بعد ذلك والله يضاعف لمن يشاء متى يصدق العبد أن الذي سيخلفه و سيجعل هذا النقص زيادة هو الرزاق هو الوهاب هو الجواد لذلك حبيبنا عليه الصلاة و السلام يقسم لأمته مع أنه والله إنا نصدقه بلا قسم أليس رسول الله أليس رسول الله عليه الصلاة و السلام بل هو الصادق المصدوق بأبيه و وأمه فنحتاج معاشر الأحبة أن نغير المقاييس التي نتعامل معها أو بها مع المال نعم إذا أعطيت الزوجة ألف و عندك ألفين نقصت ألف بقي ألف هذا حسابات الدنيا لكن إن أعطيت الألف لله فأنت أبقيت ما أنفقت و سيضيع ما أبقيت لذلك معاشر الأحبة صدق رسول الله ما نقص مال عبد من صدقه كذب الشيطان و صدق محمد رسول الله عليه الصلاة و السلام شكرا